النهاردة بإذن الله هيكون فيه مران أخير للنادي الأهلي على مركب محمد الخامس معادي المران هيكون الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة السامنة مساء بتوقيت المغرب زي ما أنتم شايفين يمكن دي آخر الترتيبات المتعلقة باستضافة مركب محمد الخامس لمباراة الغد المنطقة اللي أمانكم دي منطقة رقم ستة تم فتحها بالكامل ويكون فيها حضور جماهيري كبير رغم أن طبعا هذه المنطقة كانت مغلقة في مبارتين دوري الثمانية والدور نصف النهائي المركب بشكل عام يعني الحضور الجماهيري فيه بيد شكل رائع ولكن مش بدرجة التأثير النفس اللي أنا قلت لحضراتكم عليه يعني أنا حضرت في مركب محمد الخامس أكتر من مناسبة وآخر مناسبة كانت الشهر قبل اللي فات شهر إبريل وحضرت مبارتين مطش الرجاء والأهلي ومطش سيمبا مع الوداد آه حضور حلو وكل حاجة ولكن الملعب أكيد بيبقى فيصل في نقطة كبيرة جدا بالنسبة للاعبة النادي الأهلي وزي ما الأهلي قدر يخرج بتعادل سلبي مع الرجاء يقدر يعمل أيضا كمان نتيجة إجابية ويخرج بتعادل على الأقل تقدير من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية النهاردة مرسل كلار على فكرة هيعمل محاضرة للعيبة قبل التحرك للمران وفي نفس الوقت النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي صباح اليوم ومبارح كان فيه فعليات متعلقة بالتصريحات الإعلامية لعدد من اللعبة احنا مبارح سمعنا التصريحات للسولية ولحسين الشحات ولمحمد شريف تصريحات فيها اتزان نفسي كبير جدا تصريحات فيها استعداد قوي جدا لمباراة العودة والأسئلة نوعا ما يعني شبيهة بالأسئلة التي تسألت النهاردة في المؤتمر الصحفي ولكن بيقدر أو بتقدر لعيبة الأهلي ترد على هذه الأسئلة بإجابات مقنعة جدا وأيضا مرسل كلار النهاردة تعامل في المؤتمر الصحفي بشكل رائع جدا هنستعرض المؤتمر الصحفي على فكرة أن فيه كلام مهم جدا نتقال سواء من كلار أو الشناو ولكن عايز أتكلم على الاجتماع الفني النهاردة الاجتماع الفني هيكون الساعة 7 بتوقيت القاهرة يعني بعد أقل من ساعتين بإذن الله أبرز نقطة هتكون في الاجتماع الفني النهاردة التذاكر المخصصة لجماهير النادي الأهلي كلنا عارفين أن فيه ليحة الاتحاد الإفريقي حددها وقال في الليحة التي تم اعتمادها في شهر 7 عشرين اتنين وعشرين أن كل فريق ضيف للحق في الحصول على خمسة في المية من حصة التذاكر اللي بيتم طرحها للبيع يعني الملعب هيكون ليه حوالي خمسين ألف تسقرة وبالتالي الأهلي ليه ألفين وخمسمائة تسقرة لو الأهلي ما حصلش على الألفين وخمسمائة تسقرة هيكون نادي الوديات خالف ليحة الاتحاد الإفريقي ده تبقى للليحة والنهاردة في اجتماع فني لو الأهلي ما تم اشترح الخمسة في المية الساعة المحددة ليه هتبقى فيه مخلفة من نادي الوديات فيه تطبيق لوائح الاتحاد الإفريقي وده أكيد هيتسجل النهاردة في الاجتماع الفني إذا لم تتوفر هذه النسبة تبقى للليحة الاتحاد الإفريقي الاجتماعات النهاردة هيحضروا الكابتن ساد عبدالحفيز مدير الكورة الكابتن سامير عدلي المدير الإداري والطاقم الإداري للنادي ومندوب نادي الوديات في حضور مسؤولي الكاف ومراقب المباراة ومرائب الحكام والمنصق الأمني نقطة تانية المكان المخصص لجماهيري النادي الأهلي هيتم بالاتفاق مع الجهات الأمنية لأن يجب أن يكون هذا المكان مؤمن بشكل كبير مخصص في منطقة بعيدة عن أي مشاكل أو ترتيبات أمنية وبالتالي كل الأمور دي هيتم الاتفاق عليها النهاردة في الاجتماع الفني مع تحديد موعد مغادرة كل فريق من فندق الإقامة استعدادا للوصول إلى مركب محمد الخامس نتمنى الاجتماع الفني يصفر عن كل النتائج الإيجابية والملموسة التي ستؤدي إلى شكل مباراة الغد بشكل إيجابي جدا لكل الفريقين